طيب خلين نروح للشامبينز ليج وفوز بروسي دورتموند على باريس عن جرمان طبعا كده بروسي دورتموند خلاص صعد للنهائي ثلاث مرة فتأيخوا بالزاف شايف بقى فوز بروسي دورتموند على باريس عن جرمان كان متوقع ما كانش متوقع فوز مستحق أصلا ولا لا هي الناس كلها لما وصلنا في سيم الفاينال طبعا باريس طبعا قطع ببرشلونة بشكل قوي جدا جدا في دورة للتمانية فكله قال لك خلاص كده باريس والقرع بقول مع دورتموند ده باريس في النهائي هيستنى بقى بايرن أو الريال وطبعا الريال برضو عمل جيم جامد جدا عام من شستر سيتي خيانا كمان معطرفين حتى أنشلوتي قالها وبدل فاني قالك أنا خرقت أقوى فريق في البطول والسيتي ما يخرجش إلا كده يعني الناس كان برضو على فكرة بمناسبة لسه بقول الموضوع الدفاع من شوية في الصحافة الأسبانية هاجمت أنشلوتي أن انت إزاي بتلعب كده بالطريقة الدفاعية الغريبة دي اللي هو إزاي ما تعرفش كرة جميلة وتباصي وتروح وتعجي قال لهم لأ أنا لو عملت كده قدام السيتي مش كناش هنصعد لأن كل مباراة ليه ظروفها فدورتموند برضو لعب على ظروفه يعني إيدن ترزيتش المدير الفاني الحالي دورتموند عامل جيم رائع جدا جدا السنة دي يمكن في الدورة مش أحسن حاجة أو مركز خامس لكن أعايز أقول لكم بفضل نتائجه مع دورتموند في دورة بطالة أوروبا السنة الجاية دورة بطالة هي بشكل جديد شكل مختلف عن شكل متع السنة دي وممكن إن شاء الله حالة من الحالة نبقى نيجي نشرح دورة بطالة أوروبا شكل جديد أبقى عمل إزاي لأن مش أبقى فيه مجموعات ولا الكلام اللي بحصل لها دورتي خالص أبقى أقزام جديد خالص وهي حاجة أسموها ليك فيز بدل 32 فرقة و36 وفرقة هتلاعب تمام ماتشاط وجوه وبره وحاجات كده غريبة شوية فبفضل نتائج دورتم منذ السنين دي في أوروبا السنة الجاية ألمانيا بقى لها خمس مقاعد مش أربعة وإيطاليا لها خمس مقاعد فبالتالي في دولتين أو من دول الأوروبا الكبرى زي إيطاليا وألمانيا هيخش خمس فرق يشاركوا في دورة بطالة أوروبا بشكل جديد عشان نتائج المميزة للفرقة وكلام ده حصل واتحسن من ماتش الزهاب بعد ما فاز فوازي واحد سفر في ألمانيا بنظام النقاط بقت ألمانيا أعلى من الدوريات الأخرى فالدور الألماني خد بونس أو خد مقاعد زيادة في دورة بطالة أوروبا سنة الجاية بخلاف كمان إنه ممكن لو فريق ألماني خدت بطولة نلاقي فريق سلس من ألمانيا خش إن احتمال كبير جدا يكون نهاية ألماني ألماني زي ما حصل في 2012-2013 كان نكوي بريست كده وبنفس الطريقة والفرقتين صعدوا للنهاية دورته منذ السابق وصل الفاينال ما كانش متوقع أن هو يوصل حسب المعطيات اللي حشوفناها إن بريستان جرميها بالطموح واللعيبة وإن ديك جاي عنده طموحات كبيرة لو أخد بطولة بلكية مع مشروعنا فعنده عنده خبرات في القصة دي وبريست ماشي بشكل كويس جدا جدا وعندهم متحمسين فازوا بالدوري الفرنسي المرة اتنشر في تاريخهم أكتر نادي في تاريخ فرنسا يفوز بالدوري الفرنسي فأرقام كبيرة السنة دي عملها كان المنطق بيقول إن بريست يوصل لكن ترزيتش عمل الماتشين عمل جيم رائع جدا جدا مع إنريكي في الماتش الأولاني سجل هدف وضيق لفكرة مجموعة من أهداف وبريست ضيق هدف عشان بريست نتكلم بالمنطق ماتش العودة برضو بريست ضيق هدف بس للناس برضو تتناسى إن دورتمون تسجل هدف وضيق هدف برضو يعني فيه لقطة قبل الهدف كان انفراض تقريبا دوناروما صد كرة بشكل بارع حارس ماما بريستان جرمان كان ممكن لو دخلت برضو تفرق الناس يقول لك أصل القائم واصل العرضة يا جماعة الكرة لا تعترف إلا بالهداف أنت غير موفق ده بيحصل في كرة القدم مش نقول لا ولكن أنا موجود نظري التوفيق أو إن ربنا بيكرم حد يقول لك الحظ لا يصادف إلا أهله أنت أكيد اجتهت بشكل أو بآخر وبالتالي ربنا وفقك عشان توصل لأنت وصلت له فدورتمون يوصل لنهاء تالت مرة في تاريخه بعد 96-97 وفاس باللقى بالحساب يوفي اليوفينتوس 2012-2013 وصل للفاينال لكن ساعتها واجه باني مونخ مواطنه ولكنه خسر في هذا اللقاء ووضع منه اللقب وبالصدفة الغريبة أن 2012-2013 يعني من 11 سنة كان النهاء في ويمبلي برضو اللي هو هتلعبها للسنة دي هي صدفة طبعا غريبة أن ملعب ويمبلي في لندن هو اللي سيضاف نهاء 2013 هو اللي سيضاف نهاء 2014 دورتمون ده عمل زي اللي عمل من 11 سنة وصل للفاينال الناس بقى مستنية هل بايرن هو كمان هيعمل زي دورتموند وابقى نهاء كوبيبست من 11 سنة نكررانه مرة تانية نحن نشوف ريال مدريد بصراحة الريال بص نفس قصة باريس الريال هو الأقرب خاصة بعد ما وطعنا من ماتشاة سالسيتي مفيش أقوى من ماتشاة سالسيتي في أوروبا حاليا فأنت بتقابل بايرن ميونخ أكيد بايرن ميونخ على فكرة مش في أفضل حالاته يعني البايرن في سنوات قبل كده كان أقوى بكتير بدليل إنه في الدوري مركز تاني بفرق كبير عن فاركوزن دعم إنه الدوري السنة دي بعد 11 سنة خلي بالك بقى 11 سنة بايرن مياخد دوري وراء بعض يعني من 2012-2013 دي نحكي اللي هو فيها الفاينال اللي نحكي عليه مع دورتموند من سنتها لحد السنة اللي فاتت 11 سنة متتالية بايرن ميونخ وبطل دور الألمان 11 سنة وراء عضو مش موضوع أثرت عليه هو توماس تخل كان تم الإعلان إنه هيمش من الفرقة لما ناس شكت النتائج وخرجوا من الكاس ووضع منهم الدوري والدنيا بقت يعني زي بقول كده إيه ملطاشة معا جامد فخلاص بقى فيه استقرار إنه نتخل يليهبش الراجل اللي عاملوا في دورة بطالة أوروبا عايز بقى فيه دلوقتي مطالبات إنه تخل يكمل وأعتقد إنه تخل لو قطح بريل ميديد ووصل الفاينال وخد البطولة تخل مش هيمشي من بارين ميونخ وهيكمل نعم هي مسكون نادي آه لأ تخل على الفكرة تخل تحديدا في موسم عشرين 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 عشر وعشرين أمام ريال مدريد كان مع تشيلسي سيمي فاينال أطح بي كان هو مدرب تشيلسي وقتها توماس تخل وكمل وخد لوصل لحد الفاينال في البطولة دي أطح بريل مدريد فهو عنده خبرة اللعب على ريال مدريد أممكن العيبة مختلفة والدنيا مختلفة ومدرب مختلف ولكن وقتها كان زينة دينزيدان مدرب الريال وكان حاجة بقى واخد ثلاثة شامبيونزيليج واربعد وأرقام قياسية كبيرة جدا جدا لكن جاء عنده تخل وتخل عارف إزاي خرج ريال مدريد وبالمناسبة المواجهات المباشرة بتاعت بايرني والريال فيها تكافؤ غريب جدا يعني هم مثلا لعبوا حوالي 27 لقاء اتعدلوا في أربعة صحيح النتائج وعيبة قوي بايرني فاس في 11 الريال فاس في 12 البايرني سجل 41 الريال سجل 43 المفاجأة الأكبر إن آخر 8 ماتشاط بين الفريتين في داري الأبطال آخر 8 ماتشاط الريال فاس 6 وتعدلوا 2 يعني أصلا البايرني كان متفوق تاريخيا قبل 8 ماتشاط دول يعني كان فارق كبير الريال عوض الريال كان 6 فوز بقى دلوقتي بقى 12 في آخر 8 ماتشاط حصل بينهم آخر فوز لبايرني عن الريال كان في شهر إبريل 2012 خيالي أنت فوز لبايرني عن الريال إبريل 2012 من 12 لسنة وشهر ووقتها بايرني فاز 2-1 في ألمانيا وخسر 2-1 في أسبانيا لكنه تأهل إلى النهائي بركلات ترجيح وشوف السينار الغريب كان قبل النهائي برضو تعالفينه 12 نوه 11-12 كان سيمي فاينال كسف ألمانيا 2-1 وده كان آخر فوز لبايرني عن الريال وخسر في أسبانيا بنفس النتيجة وصله لوقت إضافي ركلات ترجيح بايرني فاز وتأهل النهائي ولكنه خسر النهائي وقتها ترجمة نانسي قنقر